السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم خلال هذا الفيديو سنتطرق لدرس التوالد عند الإنسان السنة الثانية إعدادي هذا الدرس خلاله سنتعرف على دور الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي عند الإنسان سنتعرف النشاط الدوري عند المرأة وصف مراحل الإخصاب تعرف مراحل الحمل والولادة تحديد أهمية الإرضاء وتعرف طرق وأساليب تنظيم النسل كما درسنا في توالد الجنسي عند الحيوانات فإن الإنسان ليتوالد يحتاج لوجود ذكر وأنثى بالغين حيث يمر هذا التوالد من عدة مراحل الإخصاب، الحمل، والولادة أما هي وظيفة الجهاز تناسل الذكري والأنثوي عند الإنسان؟ ما هي مختلف المراحل التي تمر بها البيضة للحصول على جنين؟ ما هي أهمية الإرضاء؟ وما هي طرق ووسائل تنظيم النسل؟ لاحظتم في المرحلة الأخيرة مجموعة من التغيرات التي تطرأ على أجسامكم وربما تتساءلون عن سبب ذلك كما هي هذه المرحلة؟ ما طبيعة هذه التغيرات عند كل من الفتى والفتاة؟ ما الهدف من هذه التغيرات في جسم الإنسان؟ تسمى هذه المرحلة بمرحلة البلوغ تظهر على الإنسان مجموعة من التغيرات الجسمية والنفسية تسمى بالصفات الجنسية مثلا نلاحظ عند الفتاة والفتى نموء الأعضاء والمسالك التناسلية كذلك نمو شعر العان والإبطين عند الفتاة ونمو شعر العان والإبطين والوجه عند الفتى نلاحظ كذلك نموء الثديين واتساء الحوض عند الفتاة واتساء الكتفين وخشونة الصوت عند الفتى ثم بداية ظهور الطمت نقصد بذلك دم الحيض عند الفتاة وقذف المني عند الفتاة كما تتميز هذه المرحلة لتغيرات نفسية وسلوكية مهمة وتختلف هذه التغيرات حسب عدة عوامل كالمناخ والتغذية فالأعضاء والمسالك التناسلية تعتبر صفات جنسية أولية أما علامات الولوغ التي تهم أعضاء غير أعضاء التناسلية فتعتبر صفات جنسية ثانوية من خلال ما سبق يمكن أن نطرح السؤال ما المسؤول عن ظهور هذه التغيرات أو بالأحرى الصفات الجنسية بالإجابة عن هذا السؤال سنبدأ بدراسة الجهاز التناسل عند الرجل والمرأة يتكون جهاز التناسل عند الرجل من حويس لمنوية، موثى، صفن، بربخ، خسية، قضيب، إحليل، فتح بولية تناسلية أما جهاز التناسل عند المرأة فهو يختلف عن جهاز التناسل عند الرجل تكون من سوان، مبيض، قناة مبيض، رحم، عنق رحم، ومهبل كما تلاحظون هنا لدينا بنية الخسية الخسية تتكون من ملايين أنابيب المنوية التي تضم حيوانات منوية لتعرف على دور الخسية، نقوم بتجربة استئصال الخسيتين عند فأر بالغ تكون النتيجة أن الفأر يصاب بالعقم، ثم يتراجع نمو أعضاء المسالك التناسلية ماذا نستنتج من خلال هذه التجربة؟ هذه التجربة تبين أن الخسيتان هما مكان إنتاج الأمشاج الذكرية أي الحيوانات المنوية وهي المسؤولة عن نمو الأعضاء التناسلية كيف يمكن للخسية أن تكون مسؤولة عن نمو الأعضاء التناسلية؟ بالتالي نحن مضطرون لإنجاز تجربة ثانية هذه التجربة سنقوم بحقن مستخلصات الخسية لفأر بالغ تكون النتيجة أن الفأر يصاب أو يبقى عقيما لحين أن الأعضاء التناسلية التي تراجعت أو الضامرة تعود إلى حالتها الطبيعية إذن ماذا نستنتج من خلال معطيات هذه التجربة؟ نستنتج أن الخسيتان تفرزان مواد أو ما نسميه بهرمونات جنسية ذكرية مسؤولة عن نمو الأعضاء التناسلية وإنتاج الأمشاج الذكرية بحصيلة فإن الخسية تنتج الحيوانات المنوية على مستوى الأنابيب المنوية وتفرز هرمونات جنسية ذكرية هذه الهرمونات تسمى بالتيستوستيرون وهي مسؤولة عن ظهور صفات جنسية نمو الأعضاء التناسلية وإنتاج الأمشاج نمر الآن إلى بنية المبيض كما توضح الوتيقة فالمبيض مكون من مجموعة من الجريبات كما تلاحظون كل جريب يدم بويضة دور المبيضين عند المرأة للكشف عن دور المبيضين عند المرأة سوف ندرس نتائج تجربتين تجربة الأولى هي استئصال المبيضين ثم التجربة الثانية هي حقن مستخلصات المبيض لفأرة مستقصلات المبيضين وسنبدأ بالتجربة الأولى التجربة الأولى لدينا مجموعتين مجموعة الأولى ومجموعة ثانية المجموعة الأولى هي فئران سليمة تتوفر على مبيضين سليمين والمجموعة الثانية فئران تم استئصال أي نزع مبيضين فهي إذن لا تتوفر على مبيضين في المجموعة الأولى كنتائج محصل عليها نلاحظ أن بوجود المبيضين تكون الفئران قادر على الإنجاب كما نلاحظ نمو الأعضاء التناسلية وظهور صفات الجنسية بشكل عادي تعتبر هذه المجموعة شاهدة أما بالنسبة للمجموعة الثانية فنلاحظ بعد استئصال المبيضين أن الفئران تصاب بالعقل أي تصبح غير قادرة على الإنجاب كما نلاحظ ضمور الأعضاء التناسلية وتراجع الصفات الجنسية إذن فلنقارن بين نتائج المجموعة المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ثم نستنتج الدور الذي يلعبه المبيض المبيضان إذن هما المسؤولان عن الإنجاب عند المرأة أي إنتاج الأمشاج الأنتوية ونمو الأعضاء التناسلية وكذلك ظهور الصفات الجنسية الثانوية بالنسبة لتجربة الثانية على نفس الفئران نقوم بحقن مستخلصات المبيض للمجموعة الثانية مستأصلة المبيضين مع الاحتفاظ بالمجموعة الأولى سليمة نلاحظ أن المجموعة الأولى لم يتغير شيء فبوجود مبيضين بقيت الفئران قادر على الإنجاب وهناك نمول الأعضاء التناسلية وظهور صفات الجنسية أما المجموعة الثانية نقوم بحقن مستخلصات المبيض في دم هذه الفئران فنلاحظ في النتائج أن الفئران تبقى عقيمة لكن تسترجع الأعضاء التناسلين موها وتظهر الصفات الجنسية الثانية من جديد إذن كيف نفسر ذلك؟ وماذا نستنتج بخصوص مستخلصات المبيض؟ لأن كتفسير لنتائج هذه التجربة فالمبيضان ينتجان مادة مسؤولة عن نمول أعضاء التناسل وظهور صفات الجنسية الثانوية تسمى هذه المادة بالهرمونات الجنسية وهي الأستروجينات والجسفارون إذن كخلاصة لما رأينا الخسيتان مسؤولتان عن إنتاج الأمشاج الذكرية أي الحيوانات المنوية وإفراز هرمونات جنسية وهي التستوستيرون مسؤولة عن نمول أعضاء التناسل وظهور صفات الجنسية الثانوية أما المبيضان فهما مسؤولان عن إنتاج الأمشاج الذكرية نمول أعضاء التناسل وظهور صفات الجنسية من خلال الهرمونات الجنسية والتي تسمى الأستروجينات والجسفارون تعالوا معي الآن نحاول أن نقوم بتقويم حول ما رأينا أعجب بصحيح أم خطأ أمام الإقتراحات التالية يكون نمول غدى التناسلية مهما خلال مرحلة البلوغ صحيح تتجلى علامات البلوغ فقط في تغيير سلوك المراهق أو المراهقة خطأ بل تتجلى في ظهور صفات جنسية كنمول أعضاء التناسلية تغير الصوت يورحب الشباب وكذلك في تغير السلوك تتشكل الأمشاج الذكرية داخل الجريبات خطأ الأمشاج الذكرية تتشكل داخل الأمنابيب المنوية أما الجريبات فتتشكل داخلها الأمشاج الأمثوية أي البويضة يفرز المبيض هرمونات تسمى الأستروجينات والجسفارون صحيح يتم على مستوى الغدى التناسلية أي الخسيتين والمبيضين إنتاج الأمشاج فقط خطأ يتم كذلك إنتاج هرمونات مسؤولة عن ظهور صفات جنسية ونمور أعضاء التناسلية النشاط الدوري عند المرأة يتميز الجهاز التناسل عند المرأة بنشاط دوري منذ سن قلوه حيث يتم خروج دم الحيد تسمى بالدورة الحيدية فما هي الدورة الحيدية؟ ماذا ينتج عن هذه الدورة؟ وما مصدر دم الحيد؟ من خلال هذه الوثيقة التي تظهر أمامنا يمكن أن نحدد مدة الدورة الحيدية عند المرأة مدة الحيد وزمن حدوث الإبادة حيث أن مدة الحيد تتراوح إلى سبعة أيام أما مرحلة الإبادة أو ظاهرة الإبادة فهي تحدث في اليوم الرابع عشر من الشهر وبالتالي تكون مدة الدورة الحيدية عند المرأة من خلال الوثيقة هي ثمانية وعشرين يوم تقريبا النشاط الدوري للمبيض عند المرأة يحرر أحد المبيضين بويدة في كل شهر تقريبا في اليوم الرابع عشر من الدورة الحيدية إنها الإبادة تفصل الإبادة بين مرحلتين هما مرحلة الجريبية والمرحلة الجسفرونية تبدأ المرحلة الجريبية من اليوم الأول من الحيد إلى اليوم الرابع عشر وتتميز بنمو أحد الجريبات ونج البويدة أما المرحلة الجسفرونية فتبدأ من اليوم الرابع عشر إلى اليوم ثامين وعشرين حيث يتحول ما تبقى من الجريب إلى جسم أصفر النشاط الدوري للرحم تتميز دورة الرحم متعاقب ظاهرتين ظاهرة الأولى وهي تخريب ونهير مخاطة الرحم الغنية بالعروق الدموية مما يعطي دم الحيد أما الظاهرة الثانية فهي إعادة تشكل هذه المخاطة مخاطة الرحم بعد الحيد حيث يزداد سمكها ويصبح الرحم في آخر الدورة مهيئ لاستقبال البويدة العلاقة بين دورة المبيض ودورة الرحم عند المرأة كما تبين الوثيقة تأثير المؤمونات المبيضية على التغيرات التي تحدث للرحم النشاط الدوري للمبيض والنشاط الدوري للرحم نشاطان متزامنان فخلال المرحلة الجريبية تفرز الجريبات الأستروجينات المسؤولة عن نمو مخاطة الرحم أما خلال المرحلة الجسفرونية فتحتفظ مخاطة الرحم بهيئتها تحت تأثير الجسفرون المفرز أساسا من طرف الجسم الأصفر ففي حالة حدود الإخصاب يستمر إفراز الجسفرون وبالتالي الحفاظ على مخاطة الرحم فلا يحدث حيد طيلة فترة الحم في غياب الإخصاب ينقص إفراز الجسفرون فيستأنف الرحم تقلصاته لتطرح المخاطة ويحدث حيد نمر الآن إلى الإخصاب والتعشيش يمكن أن يؤدي اتصال جنسي بين المرأة والرجل إلى تكون جنين في رحم الأم الذي ينمو تدريجيا خلال مدة تقدر بدسعة أشهر ينتج ذلك إثر حدود إخصاب داخلي أي داخل المثالك التناسلية للأمثى فكيف يتم الإخصاب عند الإنسان وكيف ينمو ويتشكل الجنين داخل الرحم يبين الرسم تخطيطي التالي ظاهرة الإخصاب وكذلك ظاهرة التعشيش التي تحدث بالمسالك التناسلية الأمتوية تلتقي الحيوانات المنوية بالبويضة في أحد قناتي المضيط حيث يحدث الإخصاب بعد أن يحرر المبيض البويضة ويثم قدف الحيوانات المنوية داخل الجهاز التناسلي للأنثى بعد الإخصاب تتشكل البيضة حيث تنتقل داخل القناة المبيضية في اتجاه الرحم فتتعرض طيلة هذا التنقل إلى عدة انقسامات متتالية تعطي جنينا يثبت وينغرز داخل مخاطط الرحم إنه التعشيش بعد تعشيش مباشرة يبدأ نمو الجنين داخل الرحم إنه الحمل في فترة الحمل نميز بين مرحلتين مرحلة جنينية تستغرق شهرين حيث تتشكل الأعضاء الرئيسي للجنين الذي ينمو داخل الكيس سلوي بالرحم ثم مرحلة حميلية تمتد من نهاية الشهر الثاني إلى نهاية الحمل وتتميز بنمو سريع للأعضاء المشكل يحتاج الجنين لنموه داخل الرحم إلى التغذية وهنا تظهر أهمية المشيمة يرتبط الجنين أو الحميل بجسم الأم بواسطة الحبل السري والمشيمة تعتبر هذه الأخيرة مساحة تبادل بين دم الحميل ودم أمه دون أن يختلط حيث تسمح بحدود تبادلات تنفسية واقتياتية أي كل ما يحتاجه هذا الجنين أو الحميل من أوكسيجين واقتيات كما تسمح بمرور بعض الأدوية والمواد إلى الجنين ذلك يجب على الأم الحامل أخذ مجموعة من الاحتياطات اللازمة مثلا تجنب أدوية دون استشارة الطبيب أو تناول المخدرات أو الكحول لأنها تؤدي بالجنين إلى تشوهات أو أحيانا إلى الإصابة أو نقل فيروسات خطيرة في نهاية الشهر التاسع من الحمل تبدأ فترة الولادة والتي تمر عبر مراحل متتالية المرحلة الأولى تمدد عنق الرحم ينبئ مغص البطن عند المرأة بقرب حدود الوضع حيث تبدأ تقلصات الرحم بكيفية منتظمة وقوية تؤدي إلى اتساع عنق الرحم المرحلة الثانية طرح الحميل يؤدي تمدد عنق الرحم إلى اندفاع الحميل برأسه نحو المهبل فيتمزق الغشاء السلوي ويتدفق السائل السلوي ويمر رأس الحميل من الفر فيتبعه باقي الجسم بسهولة المرحلة الثالثة وهي المرحلة الطرد المشيمة أو الخلاص تستأنف تقلصات عدلة الرحم لتطرد المشيمة إلى الخارج مع ما تبقى من الحبل السري إنه الخلاص يتم قبل ذلك قطع الحبل السري بعد ربطه قرب بطن المولود هذا الحبل السري يجف ما تبقى منه بعد مدة ويسقط مخلفا ندبة على البطن تسمى بالسرة بعد الولادة تتغير شروط عيش الوليد من وسط سائل إلى وسط هوائه حيث سيعتمد على نفسه في التنفس والاقتياد بعد قطع الحبل السري تستمر العلاقة بين الأم والمولود عن طريق الإرضاع حيث يحتوي حليب الأم على كافة المكونات التي تمكنه من النمو بشكل طبيعي وتحميه ضد مجموعة من الأمراض كما أن حليب الأم يقدم مباشرة للرذيع دون وساطة في درجة حرارة 37 دقري أو درجة سيليسيوس ينبغي طبعا للمرأة المرضى أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير حليب جيد وسليم لطفلها ترجمة نانسي قنقر